هاتي الأبو نجيس على طول البنات نشوف بدأ مهدي بنبش ذاكرة الأجيال والبحث عن أيام بوغي وطمطم والزمن الجميل منذ خمسة عشر عاماً عبر إدخاله صناعة عرائس الماريونت إلى قطاع غزة ومنذ خمس سنوات بات يطوع يديه في نشر هذا الفن حيث يعمل هنا على صناعة دمية لمسرحية خاصة هو واثنتان من الفتيات يعملان ضمن فريق خاص به حيث يبدأون برسم الشخصية بناء على سيناريو مكتوب مروراً بنحت تفاصيلها ثم تلوينها وصناعة الأزياء الخاصة بها أهلاً وسهلاً هان هيك تعالوا وكبن مهدي في يوم تعليم جديد لأطفال جاء بهم حب المسرح إلى ورشته الخاصة لتعلم صناعة دم الماريونت وكيفية تحريكها واستخدامها في عرض قضايا مجتمعية أعلى المسرح مصرح الماريونت في عنده فرصة أكبر لأنه يتناول لأنه كنت بتصنع الشخصية وبتصنع الحوار والسيناريو بتناول مواضيع عن تشجيع القراءة حكينا عن تمييز البنت والولد في التعليم الجامعي حكينا عن تمييز الأسرة للبنت والولد في أنه يروحوا ويطلعوا للمخيمات الصيفية حتناولنا موضوع التنمر أشياء العلاقة بحماية الطفولة أشياء العلاقة بننتج الآن في مصرحية لعلاقة بالتصرب المدرسي حنين واحدة ممن تعلمنا هذا الفن مستثمرة دراستها في علم النفس في كتابة سمات الشخصيات التي تنوي صناعتها وسلوكها وانفعالاتها على المصرح خصص الجامعي علم اجتمع وعلم نفس برضو أعطى بصمة حلوة في الموضوع والمسارح إنه كيف ممكن أرسم الشخصية كيف حتكون سلوكها كيف حيكون الفعالها في مواضيع معينة بعدين صرنا نحكي مثلا هنا في شخصية كيف حتكون بعد كده كيف حتكون نفسيتها فكنا نتناول القضية بشخصياتها بكل النواحي من خلال مسارح دم الماريونت تناول مهدي وفريقه ما لم تستطع المسارح البشرية تناوله من قضايا حساسة مجتمعيا تتعلق بالمرأة والطفل والشباب والأسرة الفلسطينية بشكل يخرج بمشهد واقعي يتعايش معه الجمهور المستهدف لفي نسليم الغد غزة فلسطين